كشف مدرب نصر حسين دايما زيان إغيل واللعب حسين العرفي في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة فريقهم أمام الزمانيك مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات منافسة كاس الكاف كشف أن المباراة ستكون بمثابة نهائي وأن الهدف هو الفوز بها والتأهل بغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى التصريحات في ميكروفون وليدم عمري خصوصية المقابلة مقابلة نهائية كلمتها لها قلت أن لا تكسب ولا تلعب يعني على الأقل الأهم في المقابلة مثل هذه وهو التأهل مهما كان الآدتاك لما تتأهل أنت تكون قمت بالواجب إذن علينا أن نفوز بالمقابلة ما عناش حسابات أخرى إذن علينا أن نعمل ما بيوسعنا لكي نتأهل للدور إذا كان بغينا نمشي بعيد علينا أن نفوز بالمقابلة ما فيهاش حسابات أخرى نظن المقابلة يوم الغد إن شاء الله رح تكون مقابلة بين شقاء عرب نقدر نقوله نحن بطابع إفريقي الفريقين الثنين هم يتمنوا باش كل واحد يفوز على الآخر باش التأهل إلى الدور المقبل إحنا فريقنا إن شاء الله نصر حسين داي كيما نقوله نحن معروف بال كيما نقوله نحن يكون حاضر في المواعد الكبرى نتمنوا إن شاء الله يوم الغد إن شاء الله نكونوا نقدوا مقابلة في المستوى اللي تشرف فريقنا إن شاء الله نصر حسين داي